اشتركوا في القناة مناقشة الجمعية العمومية العديد من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول الأعمال كما تواصل عرض وفود الدول المشاركة للتقارير الرسمية وفيما يتعلق بالخيل العربية الأصيلة خلال عامي 2015 و2016 بالإضافة إلى مناقشة أهم العقبات التي تعترض عملية المحافظة على سلامة ونقاء دم الخيل العربية وحمايتها من عمليات التلاعب الجيني وعرض أهم المقترحات وتصورات التي تقدمها الدول في هذا الشأن من جانبها أشهدت صاحبة السمو الملكي الأميرة عالية بنت الحسين رئيس الاتحاد الملكي لأردنين الفروسية عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة العالمية للخيل العربية الأصيلة باستضافة مملكة البحرين المؤتمر مقدرة سموها الاهتمام ورعاية الملكية الرسمية التي يحظى بها المؤتمر من قبل جلالة الملك المفادة حفظه الله ورعاه وسمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة نجل سمو ولي العهد رئيس اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر كما أكدت سموها على أهمية إقامة الاجتماعات الدورية للمنظمة التي تعزز من نسيرة دعم الخيل العربية الأصيلة حول العالم والمحافظة على نقاوة الإنتاج والسلالة للجياد العربية مثمنة الدورة الهام لكافة أعضاء الجمعية العمومية وجهودهم الكبيرة في تعزيز الروابط الوثيقة التي تربط الأسرة العالمية الواحدة للخيل العربية الأصيلة وكانت الجمعية العمومية لمنظمة الخيل العربية الأصيلة قد اعتمدت التقرير المالي عن السنة المالية 2015 حيث عرض السيد ديفيد أنجلود عضو اللجنة التنفيذية أهم البنود التي اجتملت عليها التقارير مشيرا إلى أن جميع الحسابات المالية تسير وفق اللوائح والقوانين المحاسبية التي ينص عليها دستور المنظمة ويشرف عليها مكاتب تدقيق محاسبية رسمية مقرها العاصمة البريطانية لندن كما عرض أنجلود العديد من التحديات التي تواجهها المنظمة بعد تسجيل انخفاض في تسجيل المهور من الخيل العربية الأصيلة وهو الأمر الذي ساهم في انخفاض الإرادات المالية من عملية تسجيل الاشتراكات الخاصة بالمكاتب التسجيل معاربا عن أمله الكبير في أن تحقق المنظمة قفزة للأمام في الأعوام المقبلة تسجيل الاشتراكات الخاصة بالمكاتب التسجيل